الحكاية بتاعت محمد صلاح دي وانه ليفر بول طلب اعفاء اللعب من المعاشق القدم في دبي رأيك فيها ايه؟ والله يا كريم بص انا حاسس اللي الموضوع بقى عند مين بيعني دمع مين؟ يعني تحس اللي الموضوع بقى عند احنا دلوقتي عايزين نخطرنا لما كلوب بتلقي اتكلم فاحنا دلوقتي عايزين نرد بشكل ما نفرد عضلاتنا لا احنا المنتخب بتاعنا احنا مش بندور على الكيمة الحقيقية واللاعب بتاعنا اللي هو الوجهة بتاعتنا المشرفة محمد صلاح مش بندور على مصلحته اللي رياحك وانحنا نعمله لك بس عشان انا بقى امين معاك منذ لحظات قلت ان اتحاد الكورة طبعا بالتنصيق مع الجهاز الفني المنتخب مصر بعته اللي فر بوله قالولهم ان احنا موفقين على عفاء محمد صلاح المعاشق القادم لو ما شاركش في اي مباراة قبل المعاشق وده برضو كلام منطقة صح يا كريم ده الطبيعي وده المصاري اللي المفروض نمشي عليه ولكن انا باتكلم يا كريم في ايه الموضوع دلوقتي محمد صلاح غصب عننا غصب عننا لازما كل المعلومات اللي عنده لازما كلاته بقى للرأي العام لازما انه بقى عارفين كل حياته لانه هو النجم المفضل بتاعنا ومحمد صلاح اللاعب الوحيد يا كريم اللي هو فوق النجد مع احترام لأي حد فوق النجد اه والله فوق النجد انت مينفعش حد يتكلم على محمد صلاح يا جماعة انتو متخيلين محمد صلاح الانجازات اللي عملها برا والانجازات اللي عملها في منتخب مصر ده فادله مش عارف عشر تجوان او حداشر جون ويبقى الهدف التاريخي انتو يا جماعة بتهزروا انتو بتتكلموا على ايه هو اي حد عايز محمد صلاح ده عادي كده نتكلم عليه عادي انت تتكلم على محمد صلاح بس اللي هو راجل عنده طاقة ايجابية نوصلها للشباب اللي طلعها ده النموذج ده مش هيتكرر تاني يا كريم شو الله يتكرر الله أعلم انا انا صعب يعني يتكرر تاني مفيش محمد صلاح تاني ليه محمد صلاح انا انا اصد ربنا هو العالم بالغير ايوه ان شاء الله يطلع اتمنى اللي يطلع بس انا بتكلم يا كريم في نقطة يعني يا جماعة انتو عارفين يعني ايه محمد صلاح برا انتو بجدة جماعة انتو سافرتم برا وشوفتوا الناس بتتكلم على محمد صلاح ازاي لا تجيني سافر الناس كلها بتتكلم على محمد صلاح انا معاك بس انت بقى لو تشوفي الناس بجد بقى فستو فست كده يا كريم لا انت هتتشرف وتقول لنا من بلد محمد صلاح اقول لك مفاجأة اقول لك مش مفاجأة يعني حاجة معروفة لما كنت في روسيا في كاس العالم انا فاكر في 2018 وكانوا بيقابلونا الناس ويكلموا معاينة يعني فتقول انك مصري صلاح انت تقول مصري يقول لك مش صلاح صلاح بلاش كده بقى تقول مصري لو هم غنيين الاغنية بتاع جبان نيفل بول لصلاح ده طبعا بالكراس مع كل دول العالم تقول مصري دلوقتي مرتبط للناس اللي تحب الكرة في العالم يعني تقول لهم مصري يقول لك محمد صلاح طب اكريم انا في نقطة معلش انا بقطعك طبعا لا فالس العكس احنا كريم بنيجي في الهايفا ونتصدر ونسيب الحاجات اللي هي المهمة يعني انت سايب اتحاد الكرة بالفشل اللي هو فيه ده كله والكوارس اللي هي فيه ده كلها وفالحين بس اصلي وفقه على الاعفاء لمحمد صلاح اصلي مش عادي وسايبين الكوارس والحاجات اللي حصلت فينا دي في امم افريقيا والموضوع يعد عادي والراجل ياخد مش عارف شرط جزائي ستين ستمائة الف يروع ده طبيعي عادي محيزش يتسائل انا عندي فكرة حلوة اللي فات مات لا اما فيش يا كريم ما بصك اللي مات ما بصك اللي مات انا مش بهذه لا 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 ما بص اللي فات مات دوت لا شوالك ما تقولش لا مش قصدي اللي فات مات دوت لما يبقى مثلا احنا لعبين ماتش ومش موفقين استعدنا كويس لبطولة وخرجنا منها يمكن يا كريم انت تلعب الماتشات كلها تلات ماتشات ولا اربع ماتشات متعدل فيهم يعني فيه لأ فيه كوارث ما اصلي بص يا كريم ربنا يعني ايه عرفو بالعقل فانت بتاخد بالاسباب عشان ربنا يديك انت ايه الاسباب اللي انت اخدت بيها انت كل الفرق اللي لعبتها مع المنتخب كلها ضعيفة قبل ما توصل لأمم افريكي اللي استعداد او المعسكر الكوي اللي انت عملته قبل بطولة افريكيا كابتر رومي عتولي معسكر كوي المنتخب عمله وفي الاخر تقولي اصلي المدرب فيتوريا عنده مشروع البطولة دي يا كريم يعني احنا اكلم بالجمعاتك بتخذره يعني البطولة دي مفضلة والجماهير مص واللي بتفرح الشعب انت فاهم فالعملية بتبقى صعبة يعني الوعية زعل يعني هم نتكلم ان احنا زعلانين مية في المية نفسينا ناخد البطولة وكان نفسينا لعب نهائي انا مش عايزة اطهك كم لا خلص انا عايزة اتكلم بس انا عايزة الحاجة كلم على بطش اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة